احنا عندنا بقى عندنا اخبار كتيرة جدا تخص النادي الاهلي وعايزين من الحقيقة يعني نبدأ ونروح لفقرة الاخبار والحقيقة اخبارنا دايما ما بتبدأ بالقلعة الحمراء الخبر النهار ده يمكن الاهم بالنسبة لنا في النادي الاهلي وانه الاتحاد الافريقي كان بيجري مساء اليوم الاثنين القرعة الدور التمهيدي للنسخة اللي جاي من بطول الدوري ابطال افريقيا يمكن القرعة دي اصفرت عن مواجهة الاهلي ان شاء الله في دور الاثنين وثلاثين الفايز من فريقي سونديب بطل الناجر ومقدشي الصومالي ووفقا للاجراءات الاحترازية اللي بيطبقها الكافة النهاردة بسبب طبعا كورونا فيروس القرعة دي اقيمت بشكل مغلق ومقتصر على اللجنة المنظمة لبطولات الاندية وكاف حدد نوعة مباراة الدهاب ان شاء الله خارج مصر ان شاء الله يكون يوم اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين ديسمبر هيكون لقاء العودة في مصر بإذن الله يوم خمسة وستة يناير الجاية اللي جاي ان شاء الله يعني طبعا النهاردة كمان من اخبارنا بالنسبة لفرقتنا النادي الاهلي حابين نتطمن عليهم حابين نشوف اخبارهم ايه الكواليس التدريبات النهاردة انتظم السنائي جونيور اجاييه وقاليو باجي طبعا لعيب الفريق ده في التدريبات الجماعية النهاردة كان التدريب بالليل على ملعب استادل تيتش تحت اشراف طبعا مسيماني وجهاز المعاون شارك اجاييه وباجي في المراني الجماعي بعد طبعا احنا عارفين حصلوا على راحة اضافية والسفر طبعا لبلادهم لقضاء اجازة قصيرة جدا جدا مع اصارهم طبعا قبل العودة في المشاركة في التدريبات استعدادا طبعا للتحديات الفترة اللي جاية واكيد على مستوى المباراة النهائية ان شاء الله شارك طبعا السنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكورة وجهزين بشكل كبير جدا طبعا في الوقت اللي كل واحد طبعا غايب عن المران اللاعبين الدوليين طبعا احنا عارفين على مستوى المنتخب الاول وعلى مستوى منتخب الشباب والمنتخب الولمبي ما بيكونوش موجودين مع النادي الاهلي اللي بيعوض مسيماني الغياب دوت بيعوضهم ببعض الناشئين او ولاد النادي من قطاع الناشئين لاستكمال عدد اللي يسمح به التدريب بشكل كبير كمان الفريق الاول كرة القدم في النادي كان بيواصل تدريباته زي ما حضراتكم شايفين كده بالزبط يعني كله يعني حتى كابت سيد عبد الحبيز موجود كل الجهاز الفني بيتابع التدريبات المران زي ما انت عارفة دايما السن بيبدأ بمحاضرة ناظرية المسيماني بيشرح برضو الفقرة او الفترة اللي جاي هنشتغل فيها ازاي الفريق برضو في جزء بدن يشتغلوا عليه بشكل جاي جدا حراسة المرمى علي لطفي واحمد طارق وحمز علاء دول برضو اتدربوا بشكل منفرد الاول تحت اشراف طبعا ميشيل يانجون وجهاز الفني طبعا بعد كده عمل تقسيمة قوية بطول الملعب يعني تراي ماتش كده ما بين اللعيبة وكان حريص طبعا مسيماني ان هو بيتكلم مع اللعيبة يعني بيوقف بعض اللقطات كان فيه بعض الاخطاء بيحاولي صلحها على المستوى الفني كل ده تستعدادات مكسفة جدا واللعيبة الحمد لله احنا بنشوفهم في التمرين ومتابعين الحالة المعنوية جيدة جدا ومنتظمين بشكل كويس وان شاء الله باذن الله يستمر هذا التركيز وهذا النظام وهذا الجدية وكمان الروح العالية المعنوية ان شاء الله لحد المباراة النهية مهم جدا مهم جدا النهاردة كمان يمكن كان فيه جلسة مهمة جدا جدا مع سعد السمير عملها بيتسو موسوماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اتكلم مع سعد طبعا لاعب الفريق بيطمن على حالته على هامش التدريب النهاردة اللي كان مساء اليوم على ملعب التيتش زي ما قلنا كل ده ضمن التحضيرات للفريق طبعا فيه تحديات لمرحلة مقبلة بإذن الله سعد النهاردة بينفذ مرحلته الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به طبعا كانت بتشمل على مشاركته في جزء من مران الفريق النهاردة مع الخضوع طبعا لاختبارات طبية مستمرة علشان يتأكدوا من جهازيته بنسبة 100% واصبحت قريبة جدا افتكر لانه هو يكون موجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي كان كمان مسيماني حريص على انه يعد مع اللعيبة قبل ما ينطلق المران بيتكلم معهم طبعا في أمور فنية عديدة جدا شرح البرنامج التدريبي اللي بيسعالوا في الفترة اللي جاية علشان ينفزوه كل ده استعدادا للمرحلة المهمة اللي جاية لا فيش أهم من يوم 27 أكيد لكن كمان كلنا مشغولين بـ 27 لكن المسيماني كمان يعني كمان بيقرب الناس البعيدة شوية يعني ساعد سمير انت عارفها طبعا ساعد من رجالة النادي الأهل لزي ما بيقوله راجق وتحمل مسؤولية كبيرة جدا وبيعاني بإصابة ومعهم على طول وساعد بروحه من كبات الفرق الكبور كان حريص مسيماني كمان انه يعود ويتطمن عليه ده جزء من الشغل بس مش مع اللعيبة اللي أنا محتاجها بس ده جزء المعنوي بيكون أكتر كمان مع اللعيبة اللي بره شوية اللي خارج الخطوط اللي عندهم إصابات فكمان ده جزء مهم بيقوم بيموت سماني النهاردة مع الجلسة مع ساعد سمير اللي هو يعني زي ما انت قلت بيقترب بشدة العودة وحييبقى كمان إضافة إن شاء الله للأهل يعني طبعا هو مش مقايد أفريقية لكن إضافة بإذن الله السنة الجاية يكون إضافة مع رمي ربيع إن شاء الله كل الأمور تكون على مستوى جيد جدا أحمد الشيخ أحمد الشيخ طبعا لعب طبعا النادي الأهلي بيقدي جلسة في الجيم يعني النهاردة عنده شوية مشاكل بيستكمل برنامجه التأهيلي بالجاري حولين الملعب بينفذ بعض الفقرات التأهيلية تحت طبعا شرف الدكتور طارق عبد العزيز ده أخصائي طبعا العلاج الطبيعي في النادي الأهلي الشيخ عنده برنامج تأهيلي بيشتكي من بعض الكادمات في القدم خلال المران الفريق يعني إصابات مش كبيرة لكن طبعا بيحرص جلسة الفني دايما إن اللعيب يكون جاهز مية في المية طبعا اتخبط في رجله في أحد التدريبات أبعدته شوية عن المشاركة في التدريبات الجماعية لكن حيستقنف طبعا برنامجه التأهيلي خلال يومين ثلاثة إن شاء الله يتواجد الشيخ مرة تانية في التدريب الجماعي للنادي الأهلي